الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي القلاب وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو تمثيل القرانات المثلثية الأساسية وفي هذه المادة ستكون حل بطاقة رقم 12 من مبحث الرياضيات للصف العاشر وفي البداية سنبدأ إن شاء الله في بعض المفاهيم الأساسية ونبدأ في البداية في رسمة الاقتران الجاسين طبعا الاقترانات سنتعرف على الجاسين والجتاسين والاقتران ضاسين طبعا من خلال الرسمة أو التعيين هنا لو رأينا طبعا هنا قيمة السين بالتقدير الدائري وهنا بالقياس الستيني فطبعا نحن نعرف أن سالب 180 بالجا هي سفر بينما هنا السفر طبعا سفر السالب 90 بالجا هو سالب 1 وهكذا تستمر حتى تصل إلى دورة كاملة بمعنى أن تضع من سفر حتى 360 حتى تكون دورة كاملة طبعا الدورة الكاملة هي عبارة عن قمة وقاع بمعنى عند التمثيل البياني هنا انظروا أن نقطة سفر فيه على مستوى السينات كانت على مستوى الصادة طبعا هنا قاف السين هي الصاد للعلم يعني على أساس لو أردت أن تمثل إحداثي سيني فستمثله بمحداثي نقطة سين سين وصاد طبعا سين هي الأرقام التي تعود عنها لكن صاد هي بالأساس عبارة عن قاف السين الاقترام فبالتالي سيكون عندي هنا سفر وسفر لكن عندما قمت بالتعويض عن 90 كم كانت القيمة الصاد 1 فأعلى قيمة لها القيمة القصوى كانت عند 1 وأقل القيمة كانت عند سالب 90 كانت قيمتها ثالب 1 وبالتالي وعندما أكبر دورة كاملة نصف دورة كانت باي 180 درجة لكن دورة كاملة وهي تتكون من قمة وقاع كانت وصلت حتى 2 باي أي 360 درجة من هذه الرسمة نستطيع أن نستنتج عدة أشياء أن الاقتران الجاسي يكرر نفسه في فترات متساوية طول هذه الفترة 2 باي بمعنى أنظروا من عند 0 إلى 180 ومن 180 حتى 360 هذه دورة كاملة في فترات متساوية وهذه تسمى اقترانات دورية ومقدار هذه الدورة وهي الدورة تتكون من قمة وقاع هي عبارة عن 2 باي وهذا من الأشياء التي تأتي إليك في أسئلة اختر في البداية انظروا هنا بعض المعطيات طبعا المجال الاقتران طبعا المجال ما هو المجال وما هو المدى المجال وهو قيم سين بينما المدى وهو قيم صاد قيم سين لو رأينا أنها كانت في جميع القيم حا بمعنى أنها كانت في العداد الموجبة والسالبة بينما الاقتران كانت أكبر قيمة له واحد وأقل قيمة له كانت سالب واحد فالمدى في محور الصاد كانت من سالب واحد يعني بمعنى أكبر قيمة للإقتران كانت واحد وأقل قيمة للإقتران كانت سالب واحد وهناك ما تعرف بسعة الاغتران سعة الاغتران وهي هبارة عن أطول فترة يتفعها الاقتران بمعنى قانونه أكبر قيمة له ناقص أصغر قيمة له يساوي على اثنين طبعا أكبر قيمة واحد وأقل قيمة سالب واحد الفرق بينهما هو اثنان تقسيم اثنان يكون واحد إذن هذه الأسئلة لا بد أن تحفظها من أجل عملية أسئلة تختار والصحة والغلب الاغتران هو اغتران فردي لماذا لأنه تماثل على نقطة الأصل وقاف لو قمت بالتعويض أصلا حسب قاعدة الاغتران الجبري فقيم سالب عندما قمنا بالتعويض عنها انظروه هنا يعني في هذه القيمة كانت تخرج بقيام السالب بمعنى سالب تسعين سالب واحد لكن هنا تسعين واحد مئة وسبعون سالب واحد وهكذا لكن انظروا هنا طبعا هذه أكبر قيمة وهنا أقل قيمة ومقدار الدورة هي عبارة عن دورتين بينما الساعة هي طول أطول فترة فهي عبارة عن واحد طبعا نستكمل هنا الشرح بالنسبة للجتاسين نفس الأمر في البحث عنه هو مطلوب أن تحفظ هذه الرسمات يعني أنت أحفظ فقط الرسمة لكن لا يأتي إليك في الامتحان أن تقوم بجدول وتقوم بالتعويض عنه هذه رسمة الجتاة تبدأ من عند الواحد رسمة الجاة كانت تبدأ من عند السفر فهنا وكأنها هي رسمة جاة لكن تم إزاحتها بمقدار باي على اثنين إلى جهة اليسار فتكون أكبر قيمة واحد وأقل قيمة سالب واحد القيمة وطول الدورة هي عبارة عن اثنين باي لأن هنا تستبدأ حتى أنظروا حتى تتصل هنا نصف دورة نصف دورة ربع دورة ربع دورة وهنا نصف دورة تكمل معا دورة كاملة وهي نفس القيم يعني ما تحدثنا عنه في الجاة هو نفسه ما سنتحدث عنه في الجتاة نفس الخواص يعني مقدار دورة نين باي المجال حى المدى من سالب واحد إلى واحد أكبر قيمة له واحد أصغر قيمة له سالب واحد السعة هي واحد فقط الخلاف بين الجاة والجتا أن الجاة فردي بينما الجتا هي زوجي لأنها متماثلة على حول محور الصادات لكن الجاة فردي لأنها متماثلة حول نقطة الأصل وبالتالي ستكون القيم انظروا هنا في القيم كانت مثلا سالب تسعين سفر تسعين سفر واحد وهكذا بمعنى أن القيم التي تقوم بالتعويض عنها مثلا سالب 180 سالب واحد فالقيم التي تقوم بالتعويض عنها لا تتغير فبالتالي هو التماثل على محور الصادات وهنا بما أنه التماثل على محور الصادات فهو بالأساس عملية اقتران زوجي إذن الخواص لإقتران الجاسين هي نفسها نفس خواص الجتاسين ما عدا أن الجاسين هو إقتران فردي بينما الجتا هو إقتران زوجي بالنسبة وهو أصلا إقتران الجاسين هو إبارة أو جتاسين هو إنسحاب لإقتران رسم الجاسين بمقدار باعي على 2 هناك رسمة الضوجي ورسمة أو التمثيل لإقتران الضوجي طبعا هنا انظروا حسب هذه الرسمة لا يوجد هنا عملية قيمة عظمى أو قيمة صغرى لكن هنا الدورة محصورة بين 2π على باي فهذه الرسمة تجدوها متماثل حول نقطة الأصل فهو إقتران فردي قيمة الخواص تختلف فمثلا الدورة ليس 2π ولا قيمة الدورة في باي مدى هو حى بعكس هناك كان قيمة لأن هناك كان أكبر قيمة أقل قيمة هنا مجال اقتران محصور بمجموعة العدد الحقيقي ناقص باي على 2 زائد نون في باي لا يوجد قيمة صغرى ولا يوجد قيمة صغرى وليس له سعر هذه الخواص أساسية لابد أن تحفظها وهو إقتران فردي لأنه متماثل حول نقطة الأصل فبالتالي سيكون القاعدة كالتالي سنبدأ بأسئلة الصح وغلط اقتران الجتة سين هو قران زوجي صحيح لأنه متماثل حول محوار الصادات جاسين هي عبارة عن جاس ناقص السين خاطئ إذا كان قاف السين تساوجها السين فإن أكبر قيمة لها واحد طبعا خاطئ وهي لكن هي واحد وليس اثنان إذا كان قاف السين يساوجة السين فإن أقل قيمة للإقتران هي سالب واحد وهو صحيح قيمة ضاء السين هي دورتها 2 باي خطأ هي دورتها فقط باي طبعا هنا واحد حلها هنا فقط باي طبعا الاقتران قاف السين سعته واحد صحيح مجال الاقتران في قاف السين ضاء السين هو حا خطأ هذا هو المدى وليس المجال بالنسبة لضاء مدى الاقتران قاف السين في جاس سين هو من سالب واحد إلى واحد وهذا الكلام صحيح هو نفس الأمر للجتة هنا ما أكبر قيمة للإقتران لقاف السين تساوجة السين أكبر قيمة له هي الواحد ما أصغر قيمة هي السالب واحد ما السعته هي واحد ما طول الدورة في الجاس سين هو 2 باي هكذا تأتي الأسئلة على العموم ما مدى الاقتران في جاس سين قلنا من سالب واحد لواحد ما هو مجال الاقتران قاف السين المجال ح ما قاموا من سالب اذا كان الغاب السين و مجال نفس السين و إزاق المجال حتي ما هو فأكبر قيمة له من سالب واحد مجال قيمة له سالب واحد آخر قيمة له السالب واحد قيمة الضورة 2 باي قيمة الضورة 2 باي السعة لا يوجد له سعة بالنسبة لضام و بالنسبة للمدى في أجهة وسالب 1 إلى 1 بالنسبة لمجال الاقترام با السين هو عبارة عن ه ناقص باي على اثنان باي على اثنان هي عبارة عن تسعين زائد نون باي زائد عدد الدورات نون باي و جميع هذا الكلام لابد أن ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية سنستكمل الشرح مثل الاقترام قافصين يساوي جا 2 سين يريد أن تمثله على هذه الاقترام في البداية ستقوم بإيجاد هذه القيم جا السفر ما هو عبارة عن 1 ستكون 0 طبعا هنا أثف الرسمة الأخرى طبعا جاء اثنان ستقوم بتعويض بدل قيم سين هنا 2 ضرب 00 فجاء السفر هي عبارة عن 0 هنا سنقوم بتعويض إذا أضع الـ 2 ضرب باي بالسالب على 4 إذا أضع الـ 90 سابق سالب 1 هنا مثلا سالب مئة وتمانون ستكون سفر باي على ستة طبعا هنا جا دائما تذكر انك ستكون باي ستضربها في الاثنان لا تنسى الاثنان هنا يعني عندما نظرها في اثنان فيكون هنا فيها واحد هنا فيها ثلاثة مئة وتمانون على ثلاثة فهي عبارة عن ستين وجا ستين هي جذر الثلاثة على اثنان الباي على اربعة طبعا نفس الامر هنا بالسالب لكن هنا واحد باي على ثلاثة طبعا ستقوم جذر الثلاثة على اثنان هنا مئة وتمانون طبعا لا تنسى انك ستضربها في يعني هنا ستضربها في اثنان لماذا لانه هناك في جا اثنين سين فباي جا البي هي عبارة عن سفر هنا كذا تكون استكملنا هذه القيام طبعا انت الاساسي عندك اكبر قيمة واقل قيمة هي الاساس التي تريد ان يتم تمثيله بشكل اساسي طبعا نبدأ من عندها سفر السفر طبعا هنا بالنسبة للسالب باي على اثنان فستكون الرسمة كالتالي سأعرض لكم الرسمة بشكل اضاق ستكون هكذا هي الرسمة حتى لا يعني تكون واضحة لديكم لان انا اقوم برسمها بالماوس انظروا سفر اكبر قيمة واحد عند باي على اثنان هنا مثلا باي على اثنان كانت سفر ثلاثة باي على اثنان ثلاثة باي على اثنان ثلاثة باي على اثنان طبعا لان نحن نظر في اثنين باي كانت مقدارها واحد ااسف مقدارها سالب واحد فهنا طبعا بالنسبة للرسمة الاخرى ستكون نفس الامر لكن عندما تقوم بايجاد الجتة سينسا الناتج ستضربه في اثنان يعني مثلا هنا جتة السالب مئة وتمانون هو طبعا مئة وتمانون هي سالب واحد طبعا بينما عندما تضربها في اثنان ستكون سالب اثنان الجقى السفر هي عبارة واحد وعند ضربها في اثنان ستكون اثنان وهكذا تستمر قيمة باي kita holds 180yk هو عبارة عن سالب واحد ضرب اثنين ستكون سالب اثنين طبعا لماذا يكون نفس القيم لأن رسمة الجتة هي عبارة عن متماثل على محور الصادات فهي عبارة عن رسمة اقتران زوجي مثلا هنا 2π هي عبارة عن 360 جتة 360 هي عبارة عن 1 ضرب 2 فستكون 2 وستكمل هذه الشرح في كل جزئية مثلا هنا باي على 290 جتة 90 هي عبارة عن 0 ضرب 2 فهي عبارة عن 0 وهكذا تستمر بحساب هذه الأمور وكل قيمة تحسبها ستضربها في 2 وحتى لا يصبح هذا الفيديو طويل ستكون الرسمة كالتالي كهذا الجهة طبعا انظروا هذه هي الرسمة أكبر قيمة لها ستكون عند 2 لماذا لأننا قمنا نحن بضربها في 2 وكأن هناك صار وأقل قيمة ستكون عند سالب 2 دائما ننخذوا النقاط الأساسية مثلا سالب 2π هنا أكبر قيمة عند 2 2π أكبر قيمة عند 2 فكل قيمة وقاع تشكل اقتران طبعا هو اقتران زوجي لماذا لأنه متماثل حول محور الصادات شكرا حستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته